اللي حصل أمس الحقيقة إن أحد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الإقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة وحصل فيه عطل فني فتوقف لأكتر من 12 ساعة وبالتالي حجم الغاز اللي كان بيضخ في الشبكة وبيصل إلينا وبنستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تماما لمدة 12 ساعة الحقيقة بمجرد ما الموضوع ده حصل تم اختار بيه وكان فيه خلاية أزمة مع السادة الوزيرين وزير الكهرباء ووزير البترول وفضمنا متابعين طول الليل لغاية لما الحق عاد للإنتاج بتاعه صباح اليوم بكامل الإنتاج وبالتالي تأثير الموضوع بالرغم إنه هو توقف لمدة 12 ساعة بالكامل أعبالما رجع تاني للمعدل الطبيعي للإنتاج أخدنا 24 وعشرين ساعة كاملين هم دول للأسف عملوا التأثير السلبي اللي حصل مبارح ترجمة نانسي قنقر